كلام سيغير تفكيرك في الحياة بإذن الله من أروع ما قرأت من قول الإمام بن القيم رحمه الله تعالى قال لا تعطي الأحداث فوق ما تستحق ولا تبحث عن قيمتك في أعين الناس ابحث عنها في ضميرك فإذا ارتاح الضمير ارتفع المقام وإذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك لا تحمل هم الدنيا فإنها لله ولا تحمل هم الرزق فإنه من الله ولا تحمل هم المستقبل فإنه بيد الله فقط احمل هم واحدا كيف ترضي الله جل فعلا لأنك لو أرضيت الله رضي الله عنك وأرضاك وكفاك وأغناك لا تيأس لا تيأس من حياة أبكت قلبك وقل يا الله عوضني خيرا في الدنيا والآخرة فالحزن يرحل بسجدة والفرح يأتي بدعوة لا ينسى الله خيرا قدمته وهما فرجته وعينا كادت أن تبكي فأسعدتها عش حياتك على مبدأ كن محسنا حتى وإن لم تلقى إحسانا ليس لأجلهم بل لأن الله يحب المحسنين ارخي يدك بالصدقة ترخى حبال المصائب من على عاتقك واعلم أن حاجتك إلى الصدقة أشد من حاجة من تتصدق عليه هذا الكلام أحبتي في الله هو هدية أهديها لنفسي ولمن أحبهم في الله وهو أنتم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما سمعنا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة